السلام عليكم جمعة مباركة طيبة مرحبا بكم معايا البنات راني رجعت لكم فيديو جديد متنوع أكيد رح يفيدكم جبت لكم وصفات تحضيرات عيد ميلاد حبيت نجاوب المتتبعات عندي اللي تاني اللي طلبوني في الفاكسين كوفيد نجاوب على كامل أسئلة تعكم إن شاء الله وجبت لكم وصفة بزف بنينا ببناسبة الدخول المدرسي حبيت ندير الفعل ندير حاجة حلوة لولداتي بشي سهل عليهم العام الدراسي إن شاء الله دونك خليكم معايا حبيت نبدأ للا فيديو تاعي بش نجاوب برعبور وفاكسين كوفيد أنا персонالما درت لفاكسين تاعي حمدو الله الفاكسين اللي درته سيتي مودرنة ولي داتي تاني حمدو الله تاني يسون باكسيني هوما جازت سوبر بيان ما درت لهم أكونا ريكسين أنا يا لپرميار دوز ما درت ليوالو جست برك دراعي كاني وجعني بصح لدوزيام دوز فرمان هل كتني كانت عندي لفيفر الفشلة كانوا عندي لنوزي راسي تقي البردانة ما يا بخي الميتسان يقول لكل واحد وكيفه يعني ماشي كامل الناس يجيوهم ليمام غياكسين أبخي طول بنات عندنا يعني خبراء الصحة أي واحد مش قانع بهذا الفاكسين ولا خايف منه يسأل الطبيب تاعه هو اللي يقدر يعطيكم المعلومات الصحيحة اللي رايح تفيدكم خير من يعني لا تسألو نبورتوكي ولا تشوفو في غيزو سوسيو ويخرطو عليكم ويخوفوكم ما عليكم غير تسقسو يعني خبراء الصحة يعني أي لقاح راهو مليح لسلامة الجميع تحمي نفسك وتحمي الناس اللي معاك وأكيد أي استفسار ولا تخوف سقسو وليميدسان تخيطون تاعكم هما يجاوبوكم أنا مانيش مختصة ولا طبيبة باش نجاوب على أسئلتكم مي بار إكسپيريانس حمدو الله هنا درت الفاكسين تاعي وقوت لكم يعني بور لابروميار دوز كيفاش كانت لعيكسون ولا دوزيام تاني وحمدو الله يا ربي ربي رفع لنا هاد الوباء ويشفي كامل الناس كامل إن شاء الله يا ربي دورك نرجعو لفلوك تاعنا درت قوديان هكا غير خفيف دريف هزيت شوية ورد جزت شوية الأكسون تاني باش نهز كامل الحواج اللي نحتاجهم بور لانيورسار تاعوليدي الورد تاعي لازم يكون أتابل باش ندير به لادكو إن شاء الله اليوم ونا حنبدأ لادكو لكخام اللي بقاولي تو سما صورت لكم لبرمي جور وندرت فيه كامل لبريباراتيف اي توساح بالتاني نشارك معاكم واحد الوصفات تعلوي كيك شوكولاك كرامل قلت لكم درت بيها الفال للدخول مدرسي لوليداتي جات واحد الكيكة ما شاء الله غير بزوج عظمات البنات عطاتني واحد الكيك فغامو بحجم عائلي ما شاء الله وبزاف بنين هاوليوكم نبدأ ونشوفوا لزين غرديان مع بعض عنا بزوج عظمات البنات درت لي كيكة ما شاء الله هاهم ليكم المقادرة هم مكتوبين وزيد نكتبهم باللغة العربية في صندوق الوصف جوست برك الحليب يكون دافي وكمية الحليب هي نفسها كمية السكر فالالفارينة تاني تكون مغربلة انا درت لها الكاكا واميغ بش ما جينيش حلوة بزيف البيض تاني يكون بحرارة المطبخ بش يطلع لكم غابيدمو طلعوه مليح مع السكر حتي بياض هادك الخاليط كيما نديرو نمبغت كالكيك يعني الكيك ما شاء الله راني شاركت معاكم الخير والبركة ومبعد نضيفو السوائل الحليب ضيفوه تدريجيا زيت كيف كيف ومبعد ضيفو النواشف كيما الفارينة والكاكاو وخمرت الحلوة يوزالي تاميزي يعني بش يجيكم الكيك تاعكم هشيش وطري وتخلطو غرب العقيلة باش لاباتا كيك تاعكم ما تنزلكمش باندانس تان الفور تاعي راه يسخن على مية وثمانين درجة وطيب تلكيك تاعي على مية وثمانين درجة المدة خمسة وثلاثين دقيقة يعني الفور تاعي ما حلتوش حتى جازت هذيك الخمسة وثلاثين دقيقة انا درت شالور نغمال يعني ما درت شالور تغنانت ومبعد اللي هو ويطيب نجوز باش ندير سوس شوكولا تحبوو تدوبو شوكولا عادي ولا تديرو سوس شوكولا لبنات هذي التحليا سبقو شاركتها معاكم في رمضان درت الحليب شوية نشا درت شوية سكر للدوق ودرت فيها الشوكولا نواغ ومبعد نجي نسقي الكيك تاعي اللي هنا انا كنت مزروبة ما خليتهاش بردت شوفوا اللي هنا انا ننقب فيها والسخنة طالعة درت عالقو تيلولي داتي هذي لفايد لاغنتخي ومبعد هذو كتوقو برح نعمرهم بلو كاغامل وبوغسالي جات بزاف بنينا هي باش ندير التوازن في الدوق تاع السكر تلقوني ندير الكاكا وامير وندير شوكولا نواغ بس كل كاغامل تاني شوية حلو دونك نديرو شوية التوازن في الدوق تاع السكر والله هنا صبيت عليها هذيك لسوس شوكولا هي البنات غطيو الوجه كامل مليح مبعد دردروا عليها الكاكاو ولا الفايتين ولا تديرو دي زامان دي فيلي اي حاجة حبيتوها بش تغطيو هذيك لوجه وقصة لكم اللي هنا بش تشوفو جات يعني ما شاء الله صغطو يعني كنت خليوها سوية في تلاجة ومبعد تاكلوها بصحة ولهنا انتو ما هكا تقصو هذيك لكاغامل مع الشوكولا يعبط ما شاء الله جربوها البنات وعطيو نرايكم في التعاليق انا قدرت لها فيك انتي ولا تديروها فيك ان كافي كما حبيتو ولا هنا فيتفي كما قلتولي قلتولي يا مينا شكفا كنت شري مشتريات شاركينا دونك شريت هذي السنوات صغار بزيف عجبوني قلت باش هكدك نحطهم في السنوات القسنطينية كما نحب ندير هكا حلويات تقليدية صغطو هكا كي جيوني الضياف نحب بزيف ندير السنوات القسنطينية حلويات ودركا قاعدة نجرب قلت ندير في هذيك البلاتو في هذيك البلاتو صغطو هكا في رمضان بقلاوة ولا باركزمبل بسبوسة يعني تجي طريقة في تقديم مراقية وممطو تقليدية قولوا لي تاني رايكم في التعاليق انفالبنات باركولير عني لقيت سمن لقيتو في محل تركي بس كنا وينسكن ما عنديش بزاف المحلات تعالى عرب عندي تقريبا غير محلات تركية دونك شريت من عندو ماشي غالي فغامو ما ببا تخوزو وفي الليل دونك ما كنش عندي الوقت طيب دونك درت غير دي ميرغيز كادرنا عن باربيكو مام الولاد عجوبهم الحال زفيا ماما والبنات سننصحكم بهد لابوشخي بوعلام يعني ما شاء الله هنزابونا عندو دبي ديزاني دوكا كتر على عشر سنين يعني فيند ميرغيز في ميزان ما شاء الله ودركا نبدأ ونهار جديد وتشوفوا معايا كامل لبخيباراتف تحضيرات يعني تعيد ميلاد وليدي نضمت وقتي يعني ما نقدرش ندير كل شي في نهار واحد بسكراحة نتعب دونك قسمت الخدمة تاعي على يومين درت لكوب كيك لجينواز ولي كخام تلموصون سنسيبل وباكتيري فالا نبدأ وبسم الله على بركة الله إن فاوليدات ورحوا يقرأ دونك معلماتين قلت نبدأ أول وصفة درت لكوب كيك بنفس العجينة تاع الباتا كيك درت بيها شوكولات إيفاني وأمنوني البنات بزوج عظمات تحصلت على كمية ما شاء الله هي المرة هذي رح نديرو جزت نتخو فامي وإن شاء الله أبخي رح يدير مع أصحابه مع الكوزن كما في كل عام كما ندير الخوتون ندير له هو الوصفة البنات بقو شاركتها معاكم تاني وصفة درت لغاناش منطي بسك لغاناش منطي يحبو بزيف البرودة دونك نخليها توتلانوي وفخيقو والغدوة غير نطلحها بالباتا غلي كتريك هي أصبقو شاركتها معاكم ما معليش في الإعادة إيفادة كما تشوفوا اللي هنا كانت عندي ميتين قرام شوكولات سودا شوكولات تعيد بلا تنشره ملو كلاغ وكانت عندي ميتين وربعين قرام كريمة سائلة اللي كنتم سخنتها وضفتها على الشوكولات سواء دوبوها أو بماغي ولا تديرو هاد الطريقة اللي ندير يعني الطريقتين يصلحوا مني هاد اللي قناش تحتاجوهم دينو بيهم لغاتو للايوخ كايك لكوب كايك يعني نوتي بيان لغوسيت وطريقة التحضير رايحة تنفعكم ما بالبنات اللي ديرو اللي كوموند والكمية التانية تاع الكريمة اللي سائلة اللي هي مياوستين غرام رايحة تكون باردة نضيفها للشوكولاتة عين فو ميلونجي مع لابخوميار بارتي دلاك خيم نضيفها على تلت مرات يعني هدا هو سر نجاح لغاناش مانطي تاعنا الكريمة تاعكم السائلة تكون باردة تضيفوها على تلت مرات وتخلطو ملي حتى تمتزج يعني هادك الكريمة مع الشوكولات وتغلفوها بالفيلم اللي مانطي وتخلوها في التلاجة انا خليتها ليلة كاملة ولي نحتاجها نطلع بالبطر ونزين بيها لكوب كيك تاعي ولو جاتو الوصفة التانية درت لجينواز لجينواز المول تاعي فيه 15 سنتيمتر والعلو تاعو فيه 10 سنتيمتر دنك تشوفوه معايا سبقوا شاركتها معاكم ومعليش قلت لكم يعني المتتبعات الجديد نجاح الوصفات باش انتو ما تاني تطبقوهم وتنجحو فيهم من اول تجربة لهنا لعينكم يعني لجينواز تاعكم جيكم ناجحة وما تهبط لكم شكي طيب لازم تطلعوا السكر تاعكم مع البيض المدة 10 دقايق يعني يفو بيان بلانشيق لسكر إليز او بندن دي منوت ومبعد ضيفو الفارينا تدريجيا تطلعوا بالباتوخ غير بلا سباتول راح تبقا تخلطوا يعني من الفوق للوت حتى تمتازج هذيك الفارينا مع باقي المكونات المول تاعي كنت دهنت بشوية زبدة و الفند لو لورقة طهي و الهنا العجينة تاعي قسمتها على تنين انا ما وزنتش يعني بس عندي نشو غرب للعين جيني متواديها وطيبتها على 180 درجة لمدة 30 دقيقة يعني متقطروش بزاف في الوقت تعطي عسوها ملي هتعط التحرق لكم وهذه هي وشوفو هوليكم هذوك الميني كيك درتهم نبتدي جوني لوليداتي مع الميني كيك مع بغي مع البيبيت وشوكولة ودرت ثاني الكوب كيك يعني شفتوهم معايا وهاي لكم لجنواز حتى تبرد لبنت باش تقصوها يعني جيت خفيفة ما شاء الله يعني مام متتبعات القدم عندي ما شاء الله بزاف جربوا الوصفات ونجحوا فيهم هذا كان الجوز الأول وإن شاء الله اليوم نكمل لديكو لديكو لديكوراسيون تحلى تابل نكمل ثاني لفيرين سكرية مع لكوب كيك كيكتوسا لتغتولات ورح نشوفو كامل الجزء الثاني دونك إن شاء الله هتكونوا في الموعد نخليكم بخير لبنتك شما عندكم استفسارات نيزيتي با قولوا لي في كومنتر ثاني العجينة لتغتولات سبلي سبقوا شاركتها معاكم نحط لكم كامل الروابط في صندوق الوصف نجعلكم بخير ونكمل